في رأيك الأكثر استماع غير عصامصاصة بقى هلأ هو صامصاصة مش الأكثر استماعا على فكرة هو من الأكثر استماعا يا شيخ هو الأكثر استماعا على منصة من المنصات وهي مش منصة عشان يعني بردو نكون وقعين هي مش المنصة اللي عليها الاشتراكات الأكبر يعني هي معندهاش العينة اللي هو نقدر نحكم منها يعني على فهم في الإحصاء أنا في رأيي في الموسيقى والغنى جوه الشرق الأوسط أنغامي تاكل معم هي أنغامي عصامصاصة فيها الرابع لكن هو الأول في سبوتيفاي فسبوتيفاي يعني مش عايزينك يعني نقول برضو يعني اللي عنده شعبية أكتر أنغامي عايزينها نخلص في التفاصيل دي عشان ما يكونش إعلان أو حاجة بس فأنغامي طبعا عمر دياب هو الأول دخل في ستمائة مليون يعني عدى نصف مليار من السنة التسعة تلاف وخمسة على التوالي من الفنوة وانتاشر هو الأول عمر دياب على مصد أنغامي يعني طبعا بعض بيفسر الموضوع ده لأنه هو لأنه هو في احتكار من المنصة لشغل عمر دياب الجديد بس هو من الفنوة طبعا من قبل ما يعمل العد الاحتكار ده هو دايما بيكون عمر دياب من المنصات بيطلع من المنصات بالزبط أعم من قبل ما يخترعوا المنصات لا والألبوم الجديد بتاعه نزل وعمل حالة حقيقية يعني إحنا كنا افتقدنا الأجواء دي يعني أنا أجواء الألبومات دي تسعينات وآثنات أنا شاف أن عمر دياب في المنصة يعني وكان فيه إشعاعات إنه هو يعني شريك في بعض المنصة بس دي كلها إشعاعات طبعا بعضه أحمد سعد أحمد سعد يعني في السنتين الأخيرتين عامل تقلق غير طبيعي ربنا صرف له فعلا رأيه مصطفى حمد طبعا هو يعني حاجة حاجة كده بتاعت ربنا أنا شايف إنها حاجة قدرية لأن الأغاني حتى لو حللنا بتاعت السنة دي السنة اللي فاتت مثلا كان اليوم الحلو ده وسع وسعكت أغاني فعلا فيها دهشة من نوع لكن أغاني السنة دي أنا شايف إنها أقل شوية هي ليالي واختياراتي من ضمارها حياتي لكن هو بقى قوة الدفع بقى خلاص بقى بينجح تعود على النجاح حتى لو الأغنية نص نص بينجح دلوقتي أحمد سعد أنا مش فضل لتلاتين ثانية في زبنتك وكمل بصور عفلتين ثانية بعد أحمد سعد تامر حسني طبعا تامر حسني رغب إنه هو ما عملش أغاني كتير ناجحة السنة دي لكن الأرشيف بتاعه مساعده يعني الأرشيف بتاعه الريبرتور الغنائي بتاعه أو الديسكوجرافيا بتاعه مساعدانه هو يفضل مسموع بعضه عصام صلى صحاببنا طبعا طبعا والخامس رامي صابري والخامس رامي صابري عامل عامل كامباك كبير ربنا أكتب لك الرزق هارون والملاحظة الأهم طبعا إن عمر ديابة سمع قد الأربعة دون مع بعض يعني أرقامه يعني نجمع كل الأربعة دون هنطلع عمر ديابة عمر سمع 600 مليون قد إجمال الباقيين أنا هطلع معاه شو عمر دياب برضو هو المركز ربنا يديله صحة يعني اللهم لاحسن والله يبقى مناع أنا عايز أشكركم جدا شكرا كنت طبعا أنا عارف أنه كان نفسيكم تقضوا صهرة راسة أنا لطيفة أكيد مش مع راجل بدأني بيضه وبتاعه لا لا هي لطيفة صدقني لا حلوة ضيب شكرا شكرا